وقف الدعم الإيراني للفصائل المسلحة في العراق هذا ما تناوله الحوار البريطاني الإيراني بحسب ما ذكره سافير لندن في بغداد ستيفن هيكي حوار يهدف على ما يبدو إلى إنهاء الضربات العسكرية التي تستهدف قوات التحالف الدولي في العراق مقربون من الفصائل العراقية استبعدوا التزامها كليا بنتائج ذلك الحوار ما لم يضمن جدولة لخروج القوات الأجنبية من البلاد فصائل المقاومة تتعامل مع الجمهورة الإسلامية كحليف موضوع التزامها بقارات عسكرية أو أنشطة أو أفعال لا أعتقد أن هذا الأمر سوف يؤثر على التزام الفصائل ويرجح خبراء أن يكون مصير الفصائل المسلحة مرهونا بتسوية أطرافها إقليمية ودولية وأن تقود الحكومة العراقية عملية تنفيذها لضمان قبولها داخليا وقد تكون تلك التسوية مسبوقة بطرح حكومة بغداد مبادرة وطنية لدمج تلك الفصائل في العملية السياسية بقدر تعلق الأمر في الفصائل في تقدير تحتاج منصانع القرار السياسي إلى جلسة يضعهم أمام الاستحقاق الوطني وأمام المعطيات القادمة ويطرح لهم مشروع قابل للترويض وهل ستستجيب الفصائل في تقدير نعم ويتوقع أن تعلن الفصائل العراقية المسلحة في المرحلة المقبلة عن هدنة جديدة تمهيدا لتطبيق التسوية الإيرانية البريطانية في العراق والمنطقة من المستبعد أن يكون التقارب الإيراني الأوروبي من أجل تهديئة الأوضاع في المنطقة ورفع العقوبات عن طهران بلا ثمن وربما يكون تخلي إيران عن بعض حلفائها في العراق بعد سنوات من العمل المشترك مؤشرا على ذلك تحسين طهر العربي بغداد